بدايةً كده لازم أسألك عن النادي الأهلي ومشاركته في كاس العالم للأنداء قبل ما أخش على الهوى كنت أنا بحكي لك همي إن أنا كنت زعلان جداً إنه الأهلي كان قريب قوي يعني من أحسن مشاركات النادي الأهلي على مستوى اللعب الهجومي ورغم كده أنا هالبطولة في المركز الرابع شفت مشاركة الأهلي في كاس العالم للأنداء إزاي بص أنا شاف الأذاء كان جايب جداً يعني كان الأذاء رائع بس النتائج كان تقيلة شوية يعني لا تعبر عن أذاء النادي الأهلي بدأ بأوكلند مباراة جيدة جداً السيات الأمريكي كان التاكتك كان رائع اللي أنت بتجرهم لآخر وقت أنت عارب بقالهم بقى 14 وما بيلعبوش صح فرهين تعالى حاجة معينة ونجحت فيها بشكل جداً صح يعني الشوت الأول سيبتهم يمسكوا الكورة لا يا فريق فريق كويس جداً صح فريق قوي عنده لعبة محترفين من كل برازيل من الكاميرون صح فقدرت تستدرجهم ليه وقت معين تغيرات موفقة المدرب كان موفق جداً في المباراة في إدارتها والسنوريات اللي كان محطتها اللي احنا شفناها احنا شفناها اللي هو يعني قدر يوصل لوقت اللي هم بدني بتاعهم وقع خالص كان بيعاملوا ضغط عالي من قدام فكان فيه أداء جيد من المدرب في إدارته للمباراة بشكل جيد جداً روحنا اللي هي ريال مدريد طبعاً ريال مدريد اه ريال مدريد بس انت برضو لغاية وقت معين اثنين واحد النتيجة وبتأدي وبتضيع وبتروح اه طبعاً هم كانوا بريتن من وراه هم بيعني هم اللي بيأذيروا المباراة صح امتى يعلي الريتن امتى هيهدي هو اللي بيسوق المباراة بشكل كبير جداً من اللعيبة وجودة اللعيبة العالية طبعاً الحدي ديها 92 انت كانت نتيجة واحد كنت ممكن ترجع في هاي وقت النادي الاهل اللي كان بيقعد بتاع ديها بلاس 90 الوقت يعني في مطسين واربعض الوقت دوت الاهل بينهار فيه صح بلاس 90 اللي كان دايماً بتميز الاهلي هو اللي خسر بيها في أول انهار في مطسين صح دخلت على على فلمينجو انت يعني متساعد المقرارة بشكل قوي جداً الامور ماشية بشكل طبيعي دي ضرب الجزاء عليك في الأول قدرت تتعادل قدرت تتسجل هدف يجيلك ضرب الجزاء بضيحها سيناريو غريب طبعاً يمكن السيناريو دا اللي حصل مع فلمينجو الهلال يعني شح العكس العكس بالضبط فانت يعني كنت سهل جداً بس أنا بقي جيب اللعيب على اللعيبة برضو وهناخد جزء طبعاً فني مع الكولر في طريقة اللعب وتأخير شوية في التغييرات بيبقى فيه بطء شوية ولكن هو أدى أداء قوي في البطولة بعيدة عن النتائج فلمينجو انت أخطاء سازجة جداً والنتيجة لا تعبر عن سين المبورات تماماً خالص يعني انت تطلع أربعة واحد تعمل نتيجة تطلع أربعة واحد ليك ليك طبعاً للنادي الأهلي من الأداء والفرص اللي ضايعة يعني نتيجة اتنين واحد 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 بضيح ضرب الجزاء بعد كده تتكسب اتنين واحد بعد كده انفراض شريف واحدة البرستاء وفيه أمور كتيرة جداً مع الطرد نقطة التحول كبيرة جداً حصلت في المباراة كي رأي يا كابتن حبادة يقولك إيه إنه مارسي الكولر كان المفروض قدامني هي المدريد وفلمينجو يلعب مباراة دفاعية ويلعب تحت الكورة أنت مع الرأي ده ولا لا يلعب مطش مفتوح وبين كورة ويلعب كورة البطولة دي يعني كل واحد كان بيعبر نفسه المدرب بيعبر عن نفسه اللعيب يتعبر عن نفسها ما عليكش ضغوط خالص في البطولة دي خالص البطولة يعني مش عايز أقول آه لذيذة أو تطلع تاني عالم تلت عالم لذيذة ولكن ما فيش ضغوط بتاع الدوري ما فيش ضغوط أفريقيا اللي انت عايز توصل لهدف معين بعد ما كنت أول مباريتين خلاص انت عملت الهدف القوي فكل لعيب عايز يثبت المدرب نفسه وبيلعب بطريقة لعب معا أن النجاح كان موجود في الثلاثة عمت ونص ملعبنا بلعب بالسولية وحمدي وديانج كانوا قارفين بشكل كويس جدا وده أثر بشكل كبير في مباراة فيلمينجو في قلب الملعب يعني بتاع بمروان وبتلعب بحمدي وبرسيتاو مش مجدي مش مجدي أفشل لو رقم عشرة لأ ده مهاجم تاني ففيه مساحة كبيرة جدا ولو انت بتابع فيلمينجو شغله كل من العمق وحتى في مباراة الهلال كان الخطورة كلها بتيجي من عمق الملعب ده أثر بشكل يعني جاب بعض الخطورة على النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي في المجمل الأداء كان جيد بطولة خوية يعني من أقوى البطولات بتاعة كاس العالمين دي كانت البطولة دي في مطشطها في أداءها كرة هجومية كله فتح المباراة شفتم مباراة الهلال طبعا وريال مدريد مباراة ممتعة الفريتين فتحين المطش الهلال بيقدر نفسه بشكل قوي جدا قدر يجيب تلات هدف وضيع هدف يعني كانت مباراة بس طبعا ريال مدريد أو بيسوق كل المطشاط يعني ماشي طبعا الكواليتي عالي جدا بيش خلاف اه قلتلي انه مارس الكورال سعب يتأخر في التغيرات انا بحس كده يعني اه هو عادة مارس الكورال لو لاحظت يا كابتر حمادة وانا رأيبتها يعني انه ما بيبدأش يغير الا بعد ديها 60 في كل الأحوال اه يعني لازم تعدد ديها 60 يعني حتى لو حصل مشكلة في الملعب بيسيبها بيسيبها بيأخر دائم اه فكري طبعا هو رأيه كده بيبقى بيشوف المباراة ازاي طبعا هو عمل حاجات حلوة جدا في النادي الاهلي اه في الأداء شوفناها في الدوري يعني في فنش الدوري بشكل كويس كفوز ومطشاط واداء اداء جيد كاس العالم انا بقول المباراة كلها ادى بشكل كويس برغم النتيجة الكبيرة في مطش ريلي المديد ومطش فلمينجو زي ما قلت لا تعبر عن اداء النادي الاهلي